مصر خطوة الى الامان ده عنوان مؤتمر هام جدا بس الجميل اللي مش هيتم بتنظيمة مصر لا اللي بتتضيفه احدى المؤسسات غير الحكومية في الولايات المتحدة الامريكية هذا المؤتمر الهام بواقع بحضور شخصيات مصرية هامة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاي الدين هيحضر هذا المؤتمر وايضا الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس الشهون السياسية واسامة صالح وزير الاستثمار والعالم المصري الجليل الدكتور فاروق الباز وعادة كبير من رجال الاعمال والشخصيات الهامة البرزة سواء في الجانب المصري او في الجانب الامريكي الاقتصاد المصري وعملات الاصلاحة اللي بتدور في الاقتصاد المصري هيكون موضوع هذا المؤتمر الهام خلينا نشوف الخطوط العريضة لهذا المؤتمر قبل ما نكون معنا ناقش معنا في ضيفي في الستوديو الدكتور فتح همام مستاذ الاقتصاد ووكيل وزارة المالية السابق صباح خير دكتور سباح خير نروح نتابع هذا التأريض اللي هيفهم العنوين الرئيسية للمؤتمر قبل ما نبدأ للدكتور فتح هنا في الستوديو بهدف مناقشة الاصلاح الاقتصادي في مصر يعقد اليوم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة اول مؤتمر دولي لبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الثورة يشارك في المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام ويعقد تحت عنوان الاصلاح الاقتصادي في مصر خطوة الى الامام الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الدولة والاقتصاد المصريين والدوليين البارزين ويعد هذا المؤتمر فرصة لحصول صندوق النقد الدولي على فهم افضل عن الاوضاع الاقتصادية في مصر تساعد في بلورة سياسات تعزز دور الصندوق في تنمية الاقتصاد المصري ويسعى المؤتمر الى شرح مفهوم التخطيط الشامل بهدف التركيز على سبل تحسين المشاركة في صنع السياسات والتخطيط الاقتصادي اللازم لبلورة رؤية مشتركة لتدعيم الانتعاش الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد الثورة كما سيتطرق المؤتمر الى دور القطاع العام ودور الدولة في الاقتصاد المصري كمصدر لتوفير فرص العمل والدعم في المستقبل القريب كما يناقش المؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر وسبل تحقيق معدل نمو متوازن الى جانب دراسة السياسات المالية والنقدية الحالية وسبل تطويرها ويأتي المؤتمر في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري بعد الثورة في ظل تراجع معدلات السياحة وكذلك الانتاج بسبب الظروف الامنية التي تمر بها البلاد ويؤكد عدد من الاقتصاديين ان الحل الوحيد للازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر هو تشغيل المصانع المتوقفة وبناء مصانع جديدة لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات وحصيلة الضرائب والرسوم التي تحصلها الدولة كما اكدت وزارة التجارة والصناعة ان مصر تمتلك المقاومات والامكانات الكبيرة التي تؤهلها لتحقيق النهوض والتقدم الاقتصادي على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا اهلا بحضراتكم من جديد دكتور فاتحين مؤتمر عن الاصلاح الاقتصادي في مصر يعني شيء جميل ولكن لماذا في نيويورك ولماذا تنظم مؤسسة لير حكومية امريكية طبعا الاستثماج هو قاطرة التنمية في اي بلد والحمد لله احنا دينا في مصر وهنا هو مجالات الاستثماج عديدة وكبيرة جدا يعني مصر فعلا دازلة وعيدة في الاستثماج قانون الاستثماج يحدد انشطها كتير جدا ممكن للمستثمج يستثمج فيها منها الاستصلاح الاراضي ممكن لمشروعات صناعية الفنادق المشروعات النقل الطيران المستشفيات اللي هي للعلاج كل دي مجالات الاستثماج اتكلم عليها قانون الاستثماج وقانون دولا 897 هذا القانون برضو ادى دامنات وحوافز كبيرة جدا للمستثماجين من ضمن الدامنات اللي لا يجوز تأمين المشروعات تحت اي مسمى ولا يجوز مصادرتها ده للاجانب ولا المصر لكله لكل اللي بيخضع لقانون الاستثماج ايا كان مصري او عربي او اجنبي كل من هو يستثمج تحت زل قانون 897 بيتمتع بزيز درامات لا يجوز المصادرة لا يجوز التأمين لا يخضع للتسعيدة الجابرية قوانين العمال ما يخضعش لها انه طبعا بيبقى فيه قواعد خاصة بقود عمل بردو يعني بيسرها ممكن فيه حماية نعم فان من عاية وكان فيه احكام قضائية بقى نتيجة بخلافات او حاجة زي كده يعني انما القانون بيضمنوا انه مفيش اجراءات تعسفية بدو ليه حاجة الاستراد والتصدير مش دوله كله عنده سجل مصدلين انما يستويد طبعا في حدود القانون بس بيخضع برضو الاجراءات الجمهور طبعا كله بس في حدود القانون طب وحضرتك شايف ان كده شيء منافس يعني مثلا ما نشوف ان دول الخليج كلها عندها مناطق حرة بشكل يعني فيه تسهيلات غير طبيعية لاي مستثمر ان هو يدخل فهل ده شيء يخلينا ان احنا ندخل على يعني صعيد المنافسة ان شاء الله هو برضو في قانون السسمال بنزل من مناطق الحرة عندنا في نصر فيه مناطق حرة بتيعة مش برسعيد بس برسعيد مدينة حرة مش منطقة حرة مناطق الحرة منتشرة في الجمهورية يعني في الكاهرة فيه مدينة حرة في مدينة نصر في اسكندرية فيه مدينة حرة في شبين الكون فيه منطقة حرة فيه مناتق حرة كتيرها القانون برضو ادهت تسهيلات كبيرة ان قال ان جميع المشروعات اللي هي بتعمل في المناطق الحرة لا تقضع لأحكام القوانين والضغائب وصول السارية في مصر يعني ما بتقضعش اي ضريبة إنما هي بتدفع رسم على قيمة الإنتاج بتاعها فإنما لا تخضع للبغاية فده نوع برضو من أنواع التأثير كتير وعندنا حضرتك المناطق الحاجة منتاشرة في نصر المشكلة بقى إن إحنا التجويد بقى للاستثمار هو ده اللي مش موجود يعني إن إحنا عندنا كل هذه المميزات وكل هذه المجالات في الاستثمار إنما معظم المستثمارين ما بيعلنوش هذا وبعدين بيجي ساعات بغضة في التطبيق بيكون التطبيق فيه بعض السوق وبعد يعني الحاجات المش مزبوطة فبتخلي التطبيق برضو يبقى سايق يدي إن الطباعة سايق عن الاستثمار عندنا مش خائص لكن السوق المصري يخلي المستثمار الأمريكي يفكر فيه يعني إحنا عارفين مجالات الاستثمار الأمريكي الخارجي عموماً بتبقى في أي مجالات وفي أي شروط وفي أي ظروف هل الطبيعة المصرية أو طبيعة السوق المصري مشجعة بالنسبة للمستثمار الأمريكي مشجعة جداً وهم بيتمنوا اللي هم يستثمين الفاس سواء كان مستثمار أمريكي أو أوروبي أو عربي الكل يتمني إن يدي استثمار في مصر لأن مجالات الاستثمار عندنا زي متوفرة في كل المجالات السوق عندنا كويسة جداً العمال عندنا برجودة وأسعارها تعتبر رخيصة جداً بالنسبة للعمالة اللي كمان موقع المصري الجرغافي اللي هو قريب من كل الدول اللي هم يسوق فيها موظمة من تعمل يعني العائق والبروكرياتية اللي بحطها الدولة عائق أمامي بزار والنقطة التانية بقى اللي هي برضو الحرافية في التسويق لهذا الاستثمار إن بتيجي تستثمر عندي زروفي كذا أوضاعي كذا بديك المميزات دي بديك الدمامات دي والتطبيق العامر يكون مطابق للي أنا بقوله حضرية توصد إن المؤتمر دا بيقت في أمريكا كشكل من أشكال التسويق للاستثمار في مصر وهو يعني بقضو التوقيت كويس جداً من المملكة عن جميع العامة الأمم المتحدة هيبقى فيه اجتماعات فيه أسائق حضر فيه وفروض كتير حتحضر من كل دول العالم فكل ما نعمل هذا المؤتمر وحيتمشل طالعاً في الصحف ومجلات وحاجات زي كده فرصة إن أنا أطلع كل دول العالم على مدالات الاستثمار في مصر والضمانات والحوافز اللي بيقررها القانون للاستثمار في مصر إن أنا بده فيه بعض بقى المشكلات إن إحنا بده لازم عشان ننطلق إذا لازم نقضي على هذه المشكلات إن بدون المشكلات عندنا الأمال المدربة عندنا أمالة رخيصة بس الأمال المدربة على التكنولوجيا الحديثة دي مش موجودة يعني أنا عندي فيه مصانع كتيرة فيه زي في العاشر بن عبدان بيدوروا على العمال يعني هم عزين عمالة مدربة على المكانات الحديثة ذات التكنيات العالية ما بيلاقهمش إلا بسعال بالنسبة لأي مصنع إن يبقى فيه نسبة معينة زي ما بياخد تسهيلات في المجالات كتير زي ما بياخد حتى دعمنا في الطاقة وفي غيرها ليه ما يكونش ده شرط إن يبقى فيه تدريب مثلا لنسبة معينة من العمالة هم بيكتبوا يعملوا وهو يستفيد منهم أي هو بيحاول بقى دوات بعض المصانع تعمل كده إن ما إحنا نتكلم على أساس إن إحنا في مصر التعليم لابد أن يقعي هذا إن أنا مش مجارب إن أعلم نظري لازم أعلم عملي وعلى أحدث التكنيوجيا اللي موجودة يعني في كليات الهندسة في كليات اللي فيها عملية نحية شوية لازم ندخل نحية العملية في التكنيوجيا الحديثة في التطبيقات العامل مش مجارب إن هو مثلا عامل في مصنع ملابس مش مجارب إن هو وضع المكان دي المكان دي اللي باليادة ودي كده وبتاع انتهت بقى فيه مكانات بالكمبيوتر بتتضبط أما إحنا لان مجي بنتكلم بقى عن مهندس يعني كمان إحنا مش كلم عن كلية هندسة حتكلم عن المدارسة الفنية بالزبط كده لازم تتطور ويبقى العامل عشان يقدر يطلع على طول يلاقي الوظيفة وعندنا في مصر الحمد لله يعني المفوضة إحنا عندنا بطالة عالية إنما عندنا فرص عمل كتير بس العملية تأهيل إذا أهل يعني أهل هؤلاء الأفراد إلا أنهم يكونوا مؤهلين للعمل في هذه المصانع فعنا بقايد هذا المؤتمر ويريد أن يتكرر مش بس بس في أمريكا وفي أوروبا وفي الدولة العربية وكل يوم عندهم استعداد قوي جدا يعني أنهم يجوا في مصر أولا مصر بلد مديفة بلد دمية جدا من كل اللي بيحب يغط فيها يعني بيجد فيها راحة نفسية وراحة وعندنا الحمد لله دلوقتي أصبح فيه طفرة فيه وسائل الاتصال ومعلمات يعني أولا ما تديني قانوني الاستثمار في مصر ابتدنا في السبعينات بعد الحرب الأكتورى للنبيدة كان طبعا فيه مشكلات في النقل في الاتصالات كان عشان المستثمر عاوز يتصل جاله دو ما بلعيش نت ما بلعيش تليفينت كانت موجودة النت أصلا آآ يعني ما كانت فيه بلدichات الحمد لله المصر يعني الخطط خطixoك بيلة فيه هذا في اصبح اتصادات سهبة المطارات كلها موجودة في كل مغط Blazm مغطرة مغطرة مصر يعني في السرايز مطارات فيه في م compartil It will fly by the القوانين والتشريعات عايزة تبقى زي ماليزيا يعني ماليزيا بتاعت معانا في نفس التوقيت شوف ماليزيا حضرات فين وإحنا فين دلوقتي فإحنا عايزين يا نيب نوصل بس للشبه النموذج دول وإحنا كنا بنسمع التعريق كان في حديث عن إن المؤتمر هيبقى فرصة لتوضيح السياسات الإصلاح اللي بيقوم بيها الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي موضوع القرد لسه مطروح ولا خلاص مش حاليا الجيات المش مطروح لأن إحنا أصلا يعني أولا نزابطها هياك يعني القانون بتاع صندوق النقد إن ما يبديش كبود لدولة إلا لما تكتمل مؤسساتها الدولة تكون استقرت وعندها المؤسسات المالية بتاعتها والتشريعية والزاو مد الشعب ومد الشهورة مثلا وحاجات جديدة بمعنى أن الرفض مش مننا يعني مش إحنا اللي رفضين يعني الحمد لله الدعم العرب اللي جاننا الحمد لله إيه ده يخلينا جزء جيء إيه ده يعمل عندنا فقد في الاحتياط النقدي بحيث إن إحنا الحمد لله ما بناش في حاجة ناسة إلى هذا هو يعني القارد بتاع صندوق النقد كان دي حاجتين إن هو يديك الدولارات بهين لأنه كنوا محتاجينها في فترة مفضات جدا إنها حتاني يديك شهادة إن الاقتصاد بتاعك قوي وممكن تتعامل معا خاصة إن مصر كانت تعرضت لأربع التخفضات في التصريف لإتمام الدولي فطبعا التخفضات دي بتأثر على الاستثمار بتخاصر على الاقتراض إنه تتغليب يوفع سعر الفايدة بيحتاج منك ديانات كتيرة وحاجات زي كده فكان القارد بتاع الصندوق كان حي رايحة شوية في الحتة دي إنما إحنا الحمد لله دلوقتي كل ما الاستقار السياسي بيبقى موجود في البلد والاستقار الأمن إن شاء الله يبقى موجود مش هنحتاج إن إحنا نقتارد أبدا الحمد لله هنعدينا مجالات استثمار وعدة وحقول لي حدود برضو على بعض الحاجات دا إنها لازم تمشي مع تشجيع الاستثمار لأني داياً حيرفع من قدرات الدولة على طول في الاقتصاد وهيرفع رملة صعبة بسرعة لأني زي نقول الاستثماره فيه نوعين فيه استثمار طولي قدر يعني باصرف أموال كتيرة وحقه بالعائد بعد فترة زي ما بنعمل مثلا كل ما بنعم مشروع السد العالي مثلا قعد عشر سنين يتعملوا وبعدين ترد أثار وبعد كذا وفيه مشروعات ممكن نعملها على طول ويجيب عائد بسرعة ومش محتاجة أموال كتيرة دا هنتكلم فيه برضو إن شاء الله على أساس إحنا نازل نبتدي في الاتنين مع بعض يبقى عندنا خطة قصية الأجل عشان قدر أعمل بعض المشروعات اللي هي توفر له عاملة أجنبية تقدر تشغل الأمان على عند مشكلة البطالة مشكلة رهيبة جدا ولازم برضو يعني الانشغال السياسي اللي هي الجزء من المشكلة السياسية يعني البطالة هي جزء رئيسي من المشكلة السياسية والأمنية بالزبط كلا حقا فإن شاء الله هنتكلم في الحتة دي إزاي إن احنا نعمل بعض المشروعات دلوقتي سريعة مش محتاجة أموال ضخمة تستور جزء جيد من هذه الأمانة ومين اللي هيقوم بدا يعني هل مستثمرين الدولة يعني مستثمرين أجانب وإن احنا أساسا احنا نشجع المستثمرين مصري أهم حاجة لأن انا برضو لو عملت رسالة الدكتوراه في الاستثمار كانت حضرتك إن احنا كان في الوقت ده يعني عملت دراسة البشروعات اللي هي الاستثمارية أول ما ابتدنا في السبعينات في تطبيق قرومي الاستثمار لأنه معظم الاستثمار مصري وكان الاستثمار العربي والأمانبي لسه قليل فكانت دي بوله ازاي وبتاعهم أنا قدت في الفترة دي وبرضو لابد يكون الاستثمار المصري هو الأساس لأنه هو اللي يحجيك أنا لو عادت على الاستثمارات الأبنية بس ممكن في رحظة يسحبوها مني وأنا أراقي نفسي مش قادر لأن برضو المراحل السياسية ممكن تتدخل فأنا كل ما يكون الاستثمار مصري وقائم بأموال مصرية إن أنا في الحالة دي هدى فيه دعم للإقتصاد بتاعي أكتر إن دي مشروعاتي أنا وكله وإنما بقى في بعض المشروعات وبعد يوجه الاستثمار لابد يستعين فيها بجهات أجنبية اللي محتاجة لها تكنولوجيا عالية محتاجة استثمارات كبيرة مع برشان الواحد يقوم بيها فدي لابد دي بتكمل دي إنما أساس لابد أن يكون الاستثمار مصري بأموال مصرية وعربية صحيح يمكن المؤتمر كان في الأساس بيهدف إلى إنشاء مجالة اقتصادية بتكون كجاهة استشارية للحكومة عايزين نفهم يعني مجالسة استشارية ويعني إيه مؤتمر في أمريكا بيدرس إنشاء مجالة اقتصادية في مصر هو حضرتك إحنا عندينا طبعا الاقتصاد فيه حاجة كثيرة يعني عشان برضو نبسطها للمشاهد يعني إن احنا عندينا مثلا بمواجهة نحل الاقتصاد زي بالذات المراهد بروح للدكتور أعوز يعرف صحيته كويسة فبيقول لي أعمل لي تحليل مثلا دم وأعمل لي أشعة أعمل لي حاجات كل دي بتبين الحالة بتاعتها بإحنا عندينا الاقتصاد برضو فيه عندنا مؤشرات وفيه بعض الحاجات بنعملها عشان نقدر نشوف هالاقتصاد ده حالته كويسة ولا لا إيه نقطة الضعف اللي فيه إيه نقطة إيه ولا ممكن استفيد بيها وكذا فإحنا دائما بنبص على كذا حاجة الميزان التجاري ده اللي هو برضو عن ايه الصادرات والوالدات بتاعتي ضيء وضعه متوازن ولا مختل طبعا تيفان هو ذب طبعا يا ذبعا فببعا عندي الوالدات أكتر من الصادرات جبني طبعا طبعا دي هيبقى فيه عجزة بقينا برضو النقطة صلبية وكمان أنا شوف الوالدات إن أنا فيه حاجات كتيرة أنا كنتش باستوردها إذا كنت بصبرها أصبحت باستوردها وخاصة المادة غزائية طبعا دي مشكلة يعني بنقول فيه حاجات استراتيجية لازم أكون أنا موفرها مدارش أقولي إن أنا أكلي هجوه من دارة ممكن لو حصل حرب وحصل أي حاجة الماني قفلت لايه حيبقى عندي مشكلة زي أنا كنا منشوف في الشتاء كان يلقى فيه أثبت وقود ليه المراكم مش عارفة تخش المينة عشان فيه نوع عشان فيه حاجات دي حاجات طبعا فالميزان التبالي ده أول حاجة بشوف هل أنا صادرات أدية ووالدات أدية إذا كان فيه عجزة بجيه مشكلة حاجة التالي ميزان المدفعات ميزان المدفعات أبقى عن إيه؟ الفلوس اللي أنا أدفحها لبقى من الفلوس اللي بيجيني بالأملة الأجنوية ده أدفع أدية وبيجيني أدية طبع لو صادرات كتيرة وعندي سياحة وعندي تحويلات من العاملين في الخارج وهكذا بيبقى عندي وصيد بقى فيه فقط إنها برضو للأسف إن قرار من القروض بتخش ضمن الأموال بتاعته يعني في التمثيل المدفعات الإرادات اللي فيها بقى عن الصادرات وتحويلات العاملين والقروض اللي بطيئين ومع ذلك قادت إنه هو فيه عجزة ده إذا برضو محتاج إنه أنا عاوز أعمل دراسة فيه في النقطة دي الموازنة العامة للدولة إراداتها قد إيه ومصرفاتها قد إيه برضو بجيب إنه فيه عجزة دي الحاجات دي كلها اللازم تتدرس أنا أقول فيه عجز بقى اللازم طب في حضرتك إن الحكومة فيها مجموعة اقتصادية المفترض إنها كانت قوية جداً وكنا يعني متوقعين ما هو أفضل من ذلك حتى زي اللحظة لم يحدث أي شيء إيجابي ولا حصل إيجابي يعني حضرتك لو فيه إيجابيات حضرتك طبعا في الفترة اللي فاتت الأيام الحكم يعني قبل كده قبل الصور يعني بتاعت ينايو كان الرأس المال متغلغ في الحكم وكان بيوجه الاقتصاد ناحية تحقيق مصارحه هو ويتحقق أرباح كان الاقتصاد فيه نمو كويس كان فيه نمو كويس جداً إنما الشعب ما كانش باش عربية لأن توزيع الصورة أو توزيع الدخل اللي هو جاي من هذا الاستثمار ما كانش بتوزع بعدها لك كان الجماعة الكرورة باستأثروا بمعظم هذا العائد والشعب ما كانش بيجيب اللي هو متنا إنما كان فيه استثمار وكان فيه تنمية بعض الصورة طبعا اضرعت الوزارات كذا مرة ويقول لي ولك دي انتقالية أنا مقالش على اسمها انتقالية أنا النهاردة عندي امتحان مثلا حيجيني أنا كطالب بس عندي امتحان حيجيني في شهر 12 ملاش أقول الآيام دي فيه كورة الآيام دي أصلي فيه عياد دي بديه فترة انتقالية ما زكيرش يقول طبعا اخر السنة حيعمل ايه فلابد إن أنا كل حكومة نازم القرية فيه دور بتعامل للدولة تعمله خطة استراتيجية معمولة لكل يعني مواحل العمل في الدولة الابتصاد السياسة الامن كل حاجة لابد إن الحكومة دي تيجي تتمشي تكمل احنا مستمرين به هل ممكن يفضي لنقلة احنا محتاجينها ولو فقط مجرد تسيير للاعمال لغاية لم لا مانفوس هيسمها تسيير اعمال أنا لازم احط خطط من دلوقتي كل وزارة تيجي ده فيه الخطة موجودة تيجي تكمل ده حاصل بالنسبة خصوصا للوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري والمالية وكل ده يعني حاليا الحمدلله قاعد اقوله حقيقي ان الحكومة بتاعت الدكتور حازم الحمدلله حكومة فعلا فيها فنيين كويسين فيه الناس عندهم خبرة كويسة فيه استقرار الحمدلله فيه جرأة لانه دي اهم حاجة ان انا ما ابقى وزير انا احس ان انا حاعد شوية وامشي اولا مش عايز مشاكل ليا بعد كي اطلع يقوله انت عملت القرار ده وان انت عملت لا ما ينفعش ففيه جرأة ودي اهم حاجة في القيادي اهم حاجة شخص قياد يتولى اي موقع لابد الجرأة يكون عنده الجرأة طالما انه يواسق من نفسه ونتأكد من الاشعار ان انا طبعا بنقول بقى ايه عشان ابقى انا جريء وعشان ابقى اعرف لابد بقى فيه خطة وفيه بيانات سريمة دي من المشكلة بردنا في الحكومة يعني من واقع خبرتي ان عندنا مشكلة البيانات الدقيقة برده قليلة وساعات كان يتخافي التعرض بعض بيانات اللي اعجابها ممكن هو اللي اجازة طب ازاي انت يعني دي تقصير منك وحدات زكاية فكان معظم البيانات تطلعش سليمة فالمجالس دي اللي بتتعامل ممكن تكون معاونة للدولة عن طريق الخبرة وعن طريق الاتصال اللي هم اتصالات يعني مثلا زي السياحة ما دارش ايدي وزير السياحة ولا حاجة السياحة كلها لا المكاتب الاستشارية برده والخارجية والمكاتب التجارية بلازم يكون كل دورا بيشجعوا السياحة يعني انا مزان رؤوس بنقول دانا بالدولة عن طريق الناس اللي هاد ضغر مش يقولوته بس اللي هي المراسيم والاستقبالات لا ده بيبع بيانات بيعمل التجويج للبلد دي سياحيا وابتجاليا واكد كل حاجة فهده اللي احنا نتكلم عني فاذا كانت هتتاملة زي المجالس وفعلا هيبقى لها دور في توفير البيانات الدقيقة للتجويج والدعاية وهم ليوا ماتصالات يقدروا يعملوا وفود شعبية راحة وفود شعبية جاية وكذا كل ده هابنوا من اللي شك حيبالي تأسير كويس جدا ممكن المواطناء كان بيناقش اهمية دور القطاع العام اللي هو بيمثل ثلث اجمالي الماتج المحلي هلاكش هيفة دور القطاع العام في فترة القادمة ازاي وهل هو هيبقى عصب رئيسي في مهضة الاقتصاد ولا هو حملة على الاقتصاد المصري ولا هو محتاج تطوير ولا محتاج خاص خاصة ولا محتاج ايه بالزبط القطاع العام هو القطاع التعاوني برضو احنا بنخفل هذه المقطاع التعاوني من اهم الحاجات وفي الدول الاقسمانية فيه تعاوني ما احنا الاسف عندنا صورة التعاون اهتزت لما بتطبيقية طبقة في الخمسينات وبعدين ما اتطبيقيتش بتطبيقية صحيحة ودخل فيها فساد كتير انما التعاوني عبر عن ايه ان انا وحضراتك والاستاذ بنعمل مشروع احنا بنعمله واحنا ملاكه احنا متعاونين مع بعض يعني اذا هو ده التعاون فدي نقطة مهمة جدا لابد ان الشعب يشترك معايا لابد ان الشعب يشترك معايا ويحس ان هو ليه دور في البناء وليه عائد حياخده نتيجة الحاجات اللي حن نعملها والمشروعات اللي بنعملها فالقطاع العام دي دور مهم جدا ده احد ينكيه وخالص بس ما يمشيش بالاساليب العقيمة اللي كان ناشي بيها في الاول صابع من ناحية تعيين لمجالس الاضارة ويعني الحاجات كتير بقى فساد كان فيه يعني حاجات زي كان لما فيه قانون بنظمه ولو مشينا عالقانون صح وابتدينا ان نطبق ونعرف بقى المشكلات يعني انا كنت قاعد مع مجموعة من القيادات بتاعت القطاع العام دي في فترة من فترات يعني كانت مشكلتهم فعلا مشكلات فنية كويس ما احنا عدى في القطاع العام التالي في الستينات بعد في المنتصف السينات طبعا حضرتك عافلين كان فيه نجس السبعة وستين نجس السبعة وستين دي طبعا اثرت على الاقتصاد ما بقاش فيه اموال كتيرة كان كله متابه للحرب وبناء جيش وحاجات التعويض الناس اللي اتدمارت بيوتها يعني ما كانش فيه اموال كتيرة فالقطاع العام كان مشكلته ان ما فيش احلال وتجديد في المعدات بتاعته عدنا سنوات طويلة على نفس المعدات القديمة اللي جدت هذه المعدات اتغيرت لان كان زمان نظر المعدات دي بالشهر بالمزوت وبالجاز اللي يتبع عندي الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي يبدي انتاج اكتر وتكلفة اقارية فلو انا استمرت بنفس المعدات القديمة دي حيبت تكلفة عندي عليها وبالكالي مش حاجة انافسة فقال اقولي المشروع بيقصد يبقى لازم ان انا ابيعه لا انا اشوف ايه المعدرة واصلحها اذا كان على التجديد بتاع الاصول يبقى لابد ان احنا عندنا كقواعد محاسبة عندنا احلال وتجديد واحتياطيات بنعملها عشان من حاجات دي فلازم اددد الاصول القيادة بالإدارة كانتش بتتعمل بطريقة علمية سليمة كان بيقى مظام المجاملات وحاجات زي كده فطبعا بيكون الناس ما عندهمش كفاءة ولا خبرة في ادارة هذه المشروعات يبقى لازم هي القطاع العام مهم جدا ولازم ابكى عليه ولازم اطور التعاونيات وابتدي ازودها اكثر بس دي قواعدة منها في الوقت الراهن ايه المجالات العاجلة جدا اللي ممكن الاستثمار فيها وممكن يعني العمل الاقتصادي فيها علشان توفر دخل وفي نفس الوقت اتشغل عدد كبير من الناس اللي مش لقى شغل انا ابريكالا كنت برضو اعتقد يعني قلت ان احنا عندنا فيه مشروعات مهمة جدا 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 ولا بد نبتدي بيها وعائدة يكون سريعة وعاوز اقول حاجة في بعض الحاجات الدولة لما بتقامل مشروع مش عاوز انهم العائد المقلي ممكن يكون عائد هيعود على المجتمع ككل هيقبدي الى تدعيم الاقتصاد بتاع الدولة انا ببدي نسال انا عندنا بحاجة السد العالي السد العالي المهاردة بقى فيها كمية طامي وكمية يعني موجودة بكميات رهيبة جدا الطامي دون في حين ان انا عندي الارض كلها مفيش تخصيب فيها فبطل استعين بالكيمويات واستعين بالاسمدة اه فانا المهاردة فيه ناس كتير الفنيين وقال انه يمكن نعمل مشروعات عشان ناخده الطام يدون ونديه للاراضي دي اما بطريق التحفير وانه بيعمله حاجة زي التحفير كده وبيعدي مع المية وبالتالي يخصر الارض او ان انا بعمل زي مصانع بتعبيه في شكاية وزي الاسمنت كده وبتدع اراضي للبتال ده ده حاجة مهمة جدا اولا هتدي عائد ان احنا هنوفر استعاد الاسمدة والكيمويات ونقدر بالتالي يعني صحة الانسان بقى تتحسن ده ده لما يكون قتل معمول بكيموي اوفر حتى بالنسبة للمزارع نفسه اكيد اوفر بالزبط كثير صحيح هتبقى سليمة جدا كصحة المكتبع وفي نفس الوقت حقدر اصدق لان في دول كتيرة احنا ليه عملنا مشروع تشكا لان المواصر الدول الاربية وكل دول العالم ما بتستوردش اي اخزيه من دولة بتحط مجداد او بتحط سناد في الاراضي فعاولنا نعمل تشكا ومشروع بكر ان هو نادي مصدق منه انا لو عملت كده صحة الشعب المصري دي مهمة جدا كل دول العالم بتغير صحة المواطن بتاعها اساسا وفي نفس الوقت هيعمل عائد ربح كويس جدا كمان لاصحاب المشروع اللي هو ممكن يكون الدولة والمساهنين مننا يعني يعمل ساهن بمية جنير مئة وخمسين كولون واح نشتيك ونعمل المشروعات بصر الحكومة مش كتير او بتهتمل بصحة الشعب المصري يعني الدكتور فاتح ادنان وستيد الاقتصاد واكيل وزوات المالية صادقا مشاكلين يا دكتور بصريات الجريمة السلام عليكم الحديث على